لو حد قعد قدام الكمبيوتر وبيحاول يوصل لموقع على الانترنت وظهرت له فجأة جملة error 404 فده معناه ان الصفحة اللي هو عاوزها اتنقلت أو اتغيرت أو اتحزفت من أصله في كل الأحوال ده معناه ان الشخص وصل لحرسد ولازم يفكر في طريق تاني أو يفهم ويستوعب الخطوات الغلطة اللي عملها عشان يرجع من تاني بيمشي صح ويوصل للموقع اللي هو عاوزه لو أسقطنا الفكرة دي على حياة الإنسان علاقاته اختياراته قراراته الغلط سواء اللي خدها بنفسه أو اللي حد خدها بالنيابة عنه سواء هو نفذها بكامل حريته ووعيه أو نفذها غصبة عنه وملوز زنب فيها كل دي حاجات لما بيوصل الإنسان معاها لمرحلة تقييم مشوار حياته والتفكير في تغيير مصاره فبييجي قرار التوبة ورحلة التطهر بقى بكل تحدياتها وعقباتها ومعاناة يعني انتزاع البقع والوسخات اللي لابده في توب النفس والجسد رحلة زي رحلة غادة اللي بتحلم تبقى الحجة غادة رحلة ربعمية واربعة تحت شعار محدش هيتوب هنا اتعرض السنة دي فيلم رحلة ربعمية واربعة بطولة الحجة مع إيقاف التنفيذ مونزكي بمشاركة مجموعة من الممثلين يعني اشترك أغلبهم سواء نجوم صف أول أو تاني أو عاشر أو حتى الكمبارس والمجميع في هدف واحد إن الولاية دي ما تطلعش تحج ولا تتقبلها توبة من الأساس استنادا على مبدأ يعني الصراحة حقيقي ومنطقي وهو إن الخروج من بكابورة الفساد والخطيئة والنجاسة مش بنفس سهولة الدخول جواه ومش كل الناس بتصدقه أو بتثق فيه أو بتحسن الظن في الباحث عن التوبة دي ده غير إن صاحب قرار التوبة نفسه ما بيتحاولش الملاك في يوم وليلة لا ده بيبضل طول الوقت في صراع مع نفسه في الأساس وصد مباهج الحياة والمتع والشهوات اللي بيحاول يتخلى عنها وصراع أكبر مع رواسب الماضي اللي بتشكل جزء كبير من تفاصيل حياته بتبدأ الحكاية مع غادة معظفة واضح إنها شطرة يعني قدامها أيام وتطلع لأداء فرط الحج مع أبوها طبعا بتفرح جدا لرحلة الحج اللي طال انتظارها واللي هنعرف من سياق الأحداث إنها معتبراها تتويج لطريق توبة بدأته من فترة للتطهر من مشوار طويل من الزنوب ونمط حياة مختلف تماما عن حياتها من ساعة ما بدأت تلبس الحجاب وتغير مهنتها بتدخل غادة تصلي الظهر في الشركة فبيجي لها تليفون من أختها بنعرف منه إن أمهم مرأباها عشان توصل منها لمكان غادة فبنستنتج شكل علاقتها مع أمها إن ما فيش علاقة أصلا بالعكس ده هي وهمها بإنها عايشة وبتشتغل في دبي أصلا وده بيبان أكتر لما غادة بتتصل بيها من رقم غريب عشان يدور النقاش بقى حوالين الفلوس ونلاقي غادة بترد عليها بإن خلاص ما عادش معها فلوس زي الأول وبتقفل غادة السكة في وش الأم الوضح إنها مش مصدقة حوار الحج ولا مصدقة إن ابنتها بتشتغل شغلة شريفة من أصل وبيتنقل المشهد لغادة في العربية وهي بترد على شخص بيزن في الاتصال ووضح إنه معرفة قديمة فبيطلع عشان طبال على ديلر على صاحب نايت كلاب ولما بيبدأ يتسهوك ويجر ناعم وشغلها لحنة جديدة على الطابلة فبتصده تقول لنا طلع حج مش عاوز حاجة من هناك فبيقول لها إن عاوزك في شغل وعندي زبون عنده حطة أرض في السخنة ومحتاج يبيعها ويتفقوا فعلا تخلصها له بعد ما ترجع من الحج العلاقة اللي مش ولابد بين غادة ومها ما كانتش أحسن حالا مع الأب اللي اتنين علاقتهم بغادة أي معالة الابتزاز والانتهازية بالإضافة طبعا لأنك تقدر تتخيل حالة التفكك الأسري اللي هي عايشة فيه وده ظهر في حوارها مع أبوها في بيته مع مراته التانية لما حكيت له عن مكالمة أمها وإنها واضح إن عليها فلوس أو مضي على نفسها بوصولات أمانة وهي فعلا يدوب من كفية نفسها ما بين إيجار الشقة وإسطل عربية وإن آخر فلوس معاها دفعتها في رحلة الحج فبيتسنج عليه وبنكتشف إنهم مش عاود زي طلع معا الحج أصلا وشاف إن فلوس الرحلة دي هم أولى به حج إيه وتنتهي خناقتها مع أبوها بإنها تسيبه وتروح على شقةها وتبدأ ترصف دولابها بقى مستلزمات السفر للحج اللي فاضل عليه أيها بس ما تنساش قبل ما تنام تحط السماعة في ودنها وتسمع التراك اللي شغله لها هشام في المكالمة في مشهد يعني ممكن يباني إنه مش منطقي وصد إصرارها على الحج وطريقة صدها لهشام في المكالمة لكنه ممكن يكون إشارة على شكل الصراع النفس اللي جواها ما بين ماضي قطعت فيه صوت كبير وما بين الطريق الجديد اللي عاوزة تمشي تاني يوم غادة تروح شغلها فتتفاجئ بأمها اللي تقفشها في الشارع وبعد إخناقة صغيرة تختمها غادة بإنها تزوقها وتعدي الشارع تبص وراها تلاقي أعربية خبطت أمها وقعتها على الأرض وتتحول غادة في لحظة للنقيد وتطلع بأمها على أقرب مستشفى لإنقاذ حياتها المستشفى تطلع خاصة وتكلفها عالية جدا وبالفعل أمها دخلة حالتها صعبة فبدون تفكير تنضي غادة على الأوراق والإقرارات عشان تبدأ رحلة الرعب والصراعات والابتزاز والضغط اللي هتتعرض لها في تدبير فلوس علاج أمها في الوقت اللي هي متمسكة فيه بأمل إنقاذ أمها من غير أي تنازلات أخلاقية ولا تنازل عن حلم الحج وغسل زنوب الماضي اللي أصبح كل ده في كفة وحياة أمها بقى في الكفة التانية وصباح الفل بقى أول وأسرع زيارة للمستشفى كانت من واحدة من معرفها الأدامة وأول ما تطلب منها غادق سلفة يكون ردها أنها هجيب لها تاجر يشتري عربيتها تاجر كمان يعني مش زبون عادي عشان طبعا يفطس لها السعر وتستغل حاجتها هي نفسها وتطلع لها بمصلحة وعمولة طبعا غادق ترفض في الوقت اللي تقالها فيه إنه ما محتاجة عملية تانية بشكل عاجل في وجود قب مهزة ومش مهتم وزاق إماراته التانية كمان تساوم غادق على محل بيملكه بنفس الانتهازية والتجارة بأزمات واحتياجات الغير لحد ما بنوصل لقرار غادق باللجوء للحتة التقيلة بعد شهيرة الرفيئة الأولى ورئيس مجلس الإدارة لمهنة غادا الأولى اللي هيبدأ المشاهد يتعرف عليه شهيرة بتدير شبكة دعارة وغادا كانت تعتبر الكابتن واحدة من أعمدة الفرق الرئيسية قبل قرار توبتها بعد ما حسموا زبون أخير فيصوا هو معاها ومات على إيدها ودي واحدة من جوانب الفيلم برضو اللي ظهرت بوضوح في فكرة إن قرار التوبة من العوائق الشديدة اللي بتوجهه هو نمط العلاقات ونوعية الناس اللي تعشرت وتحصرت بينهم علاقة غادا بالبشر فبالتالي وده هنشوفه في أكتر من موقف يعني غادا مش تلاقيها فعلا في قيمة اختياراتها غير علاقات الماضي عشان يكونوا أمل في فك الزنق أو إنقاذ موقف واحدة خرجت من سكتهم وانفصلت عن سلوكياتهم ونمط حياتهم بتروح غادا لشهيرة وبينلاقي في البداية يعني مقابلة كويسة وودة حقيقة وبنعرف أصلا إن هي اللي جابت لها الشغل الجديد وهي اللي فتحت لها سكة رزق حلال بل وكمان بتطلع دفتر شكاتها وبتكتب لها مبلغ كبير يخلصها فعلا من أزمتها وتمشي بالفعل غادا وهي بتشكرها على وقفيتها معها لكن بتلاحظ وجود شخص في عربية يعني شايف غادا وهي بتركب العربية والشخص ده هيكون حالا هو سبب وقوف المراكب السيرة لأن بعد دقايق ييجي الغادا تليفون من شهيرة بتطلب منها ترجع لها عشان عوزها وهناك تعرف إن صاحب العربية ده زبون من زباين شهيرة ومعزون في حفلة من حفلتها وشافة وهي خارجة من عندها وعجبته طبعا يدور حوار كبير يتحول لوصلة ردح متبادلة ما بين واحدة جت استنجد بمديرة شبكة دعار تعرضت صدقتها بغادا مع شغلها فاخترت شغلها طبعا بل وبتقنع غادا كمان إنها ليلة وتعدي ويش طه يعني تبقى تتوب عنها بالمرة وتطلع تحجة عادي ودي برضو واحدة من الرسائل الغير مباشرة وقافة من قافات فكر كتير من البشر عن شكل العلاقة اللي متصورينها بين العبد وربه ليه علاقة الحساب والورقة والقلب اعمل الزنب بكامل إرادتك ووعيك وإنت عامل حسابك إنك تستعبط ده وتروح تتوب عنه وتطلع تحجة كمان كان الحج ده مغدس يعني بالمعنى الحرفي بتوسخ نفسك بكامل إرادتك وبرغبة حقيقية إنك تتوسخ عشان تقضي مصلحة يعني أو تلبي غريزة أو شهوة وانت ضامن إن فيه دوش هتروح له بعد كل مرة يعني تستحمى وتنظف ناسك من الوسخة وخلاص وده قمة الاستعباط في علاقة الإنسان بربه علاقة سطحية أساسها المنفعة والخوف من العقاب بس مش أساسها حب ربنا ورفض المعصية وكراهيتها من بابه المهم إن الخناءة طبعا تخلص بإن شهيرة تنتش منها الشيك مع وعد إنه يفضل موجود لو غادة حبت ترجع في كلامها وتيجي تقضي ليلة واحدة بس تخلص لها كل مشاكلة تمشي غادة بعد ما راح منها الشيك وتلاقي بعدها ثقة شهيرة في إن غادة ممكن تشاور عقلها بتوصل بيها إنها تبعت لها فستان الحفلة مع واحدة من صاحباتها لكن الغريب يعني رغم تكرار الرفض إنها ما رجعتش الفستان واحتفظت بيه بتفكر غادة في واحد من المعارف الأدام اسمه طارق وبالفعل تدور في تليفونها على رقمه وتبعت له رسالة إنها محتاجة وعلى ما يجي لها الرد تفتكى العرض هشام الطبال وتكلمه فعلا فيطلب منها تجيله النايت لاب عشان يقابلها مع صاحب الأرض وهي عارفة إنه مؤكد حوار الأرض ده طالما فيه هشام يبقى فيه حاجة شمال وإن استغلال خبرتها وكفائتها في التسويق العقاري بإنها تجيب زبون الأرض أكيد هيسبب مشاكل للمشتري لو البيع مش قانوني أو إن الأرض دخلها في أملاك الدولة ودي برضو فكرة بتدي إشارة عن ازدواج المعير وطبيعة رؤية البشر لشكل أخطائهم وطبيعة الأعذار والحجج اللي ممكن الإنسان يعني يسوق بيها لنفسه مبررات على اعتبار النزام بقى خف من نزام مع العلم إن الزنا اللي بتحاول تهرب منه غلطة تخصها هي وتأذيها هي لكن غلطتها في بيع حرام هتضر غيرها وهتخسره فلوسه بل ممكن تودي السجن المهم بتروح غادة كبارية ويقعادها هشان فعلا مع صاحب الأرض وبنشوف بقى الصراع النفسي وهي قاعدة في مكان بيفكرها بحياتها القديمة وبين البيعة اللي فلوسها هتنقذ بيها موقف وبالفعل بتمشي فجأة عشان يحصلها هشان بره فتقولوا إنها مش مضطرة تقعد مع صاحب الأرض كتر من كده وإن شغلها هتقوم بيه وهتجيب مشتري وخلاص وبتروح غادة لشركة طريق بعد ما رد على الرسالة ودها عنوان معرضه وده هنكتشف بعدين إنه مش طارق اللي كانت تقصده لأن غادة في حياتها كان فيه اتنين طارق طارق اللي قدامها ده واللي لما شافته ارتركت وتوترت وطارق التاني اللي هو طالقها اللي اختفى تماما من سنين ومش عارف له طريق بعد ما اتسجن كم سنة بتهم التعاطي مخدرات طارق ده بقى يطلع الحبيب الأول أيام الجامعة والمعرض الكبير اللي هو واقف فيه ده ويرس من أملك مراته بعد ما مات أبوه وبنعرف من الحوار ومن استغراب طارق من اتصال غادة بي إنه على رأس أسباب فسادها وانحلالها وإنه الشخص اللي استغلها عاطفيا زماني وغلط معاها وطبعا كالعادة لما حاب يختار زوجها رماها واختار الملتزمة المحجبة اللي في نفس الوقت أبوها مليونير وارتبطوا بيها عملوا نقلة في حياته بيتبادلوا طبعا الاتهامات والتهزيق اللي بينتهي بمشايان غادة اللي محاولتش أصلا تكلمه في فلوس أو أي مساعدة بل ما نسيتش يفقعه زر كده عند مراته بعد ما شافيتها داخل الشركة في محاولة منها إنها يعني تسيب له مشكلة زوجية تفش بها غلة ما هيبانة قدمة برضه ومعليش مش عشان بنتكلم عن التوبة بقى تتخيل إنها ربع العدوي الإنسان هيفضل إنسان بمتنقضاته مهما كان غرضه يوصل لأفضل حالته لا هيفضل برضه في صراع مع الغيز أو الرغبة في الانتقام أو أي زلة من زلات النفس البشري بالشكل ده إن حصرت حلول غادة ما بين القبول بصهرة حمراء أو بيع شمال لأرض وفيها شبهة نصب فوجود أب بيزن وبيبتزها وبيضغط عليها مع ارتفاع تكاليف المستشفى إنها تفاوض شركة السياحة في إنهما يرجعوا فلوس التذاكر وينتهي مشروع الحج من أصله لكن برغم كل ده تروح غادة لشركة السياحة وتاخد التذاكر وأثناء ما هي نزلة تتحط في اختبار جديد بعد ما لقى الأسانسير عطلان فتضطر تنزل على رجلها فتتفاجئ بستة كبيرة واقعة قدام شاقتها فتساعدها وتدخلها شاقتها وتعرف منها إن الممرضة مش موجودة وإن العلاج جوه في قضة نبل تدخل غادة عشان تجيب لها الدواء فتلمح شاكمجية مليانة مجوهرات الستة نسيها وسعبها مكتوحة عشان يلاقي بعد كده غادة بتديها الدواء وتمشي وهي بتقول لها إن اسمها أمل ما بتقولش اسمها الحقيقي لسبب مش مفهوم أو على الأقل هنعرف بعدين المهم تستمر الأحداث والمفارقات وفرهادت غادة في إصراعها مع كل الظروف اللي بتشدها الوراء وخلت مقاومتها بالفعل على المحكم وأخيرها كان قرار مدير شركة العقارات بترضها يعني في تلبية لرغبة شهيرة اللي وظفتها عنده أساسا واللي قررت تسده قدامها كل الطرق وتضغط عليها اللي قبول عرض الحفلة لحد ما بتصل بيها هشام الطبان عشان يبشرها بإنه وصل لعنوان فيلا طارق طليقها وبالفعل تطير على العنوان عشان تقابله أخيرا بصفته آخر الحلول اللي قدامها فنلاقي طارق ده عبارة عن شخص غاني جدا لكنه قرر لانعزال عن العالم شمام ومتعاطي مخدرات وغادة متطلقة منه هو في السجن ومع ذلك يدخلها ويقعد معاها ويسمع منها ويبان في النقاش انه يعني زي وزي باقي معرفها مش داخل في دماغه حوار التوبة ده ومش شايف أي مشكلة فصهرة من صهرات شهيرة وهي ليه لو تعد أو على الأل أحسن من عملية نصب لزبون لو الضر مش هيسماحها العمر كله فتقوله غادة انها مش مضطرة تعمل ده أو ده لو هو سلفها المبلغ يوهمها طارق انه بيكلم المحامي بتاعه ويطلب منه سحب مبلغ من البنك ويجي له بيع الفيل وتضطر غادة انها تستنى على ما يجي وبعد ما عدى اكتر من خمس ساعات تبدأ تقلق وتحس ان فيه مغرز فتدور بينهم خناء كبيرة يبان فيها بقى كل رواسب الماضي المهربة بتاعهم وفكرة طليقها عنها اللي ما تغيرتش لدرجة مساومتها على الفلوس بليلة بورقة عرفي وهو بالترق انها تقبل طالما النوم هتبقى بورقة رسمة الخناء اللي بيظهر فيه حقيقة هي عرفها انه قرر يتجوزها عشان ينتقم ويرازي امه ويجيب لها زوجة شبهة بنفس السلوك وبنعرف منه انه شايل لها اجهاضها لنفسها اللي اوهمته انه غصب عنها لكنها كانت قصدة لانها رفضة تخلف عيال الابو بالسلوك والاخلاق دي بنعرف كمان انه موت امه بالبطي لما كان بيديها العلاج بالغلط لحد ما ماتت بسبب فبينلاقي نفسنا قدام اتنين يعني العلاقة ما بينهم مسمومة لابعد حد والاتنين مجرمين وضحايا في نفس الوقت لأسر مفككة ومناخ اجتماعي وانساني نفيكتون منطقية جدا انسانة كان سهل جدا تنزلق في سكة الدعار وبيع الجسد وانسان بيتحول لشمام وقاتل ورد سجوم مكتائب ومعزول عن البشر ما عندوش ثقة في حد ولا عندو رجاء او امل ان ربنا هيغفر له وبالتالي ما عندوش ثقة ان واحدة مومس ممكن تقرر تجوب او ان ربنا يقبل توبيتها من الاساس وتنتهي الخناءة بانها تمشي من وشه وتروح تلاقي عاركة جديدة بطالها طارق الاولاني فتديله الطريحة هو كمان وتعرفه انها كلمته بالغلط اصلا ويشبطه في بعض بقى ما بين اتهمات انه السبب في كل اللي جرى لها وما بين اتهماته هو ليها انها شمال من الاساس وصديقة الطلبة كلهم من قائمة جامعة وتنتهي الخناءة برضو بنفس نهاية كل الخناءات ازدواج معير والدعاء براء وتحميل كل انسان نتيجة اخطاءه على غيره ده غير رفض مطلق لكل شخص بيقابلها لفكرة ان الخطية ممكن تتوب او على الاقل تحاول انها تعدل من مصارحاتها واخيرا يظهر لغادة طوق نجاة وتسافر بالفعل للسخنة ومعاها مندوب من طرف هشام الطبال جاي بمشتري للارض وبالفعل الارض تعجيب الزبون وتاخد غادة نص عمولتها مقدما والباقي لما ترجع بعد ما يخلصوا الاجراءات لكن وهي رجع مع المندوب بالليل يجيله تليفون من هشام ان البيعة بازت وان المشتري رجع في كلامه فتشبط غادة في الفلوس وترفض رجع لكن المندوب يصر انه ياخد فلوسه ويطلع بها عالصحرة ويضربها ويفتح شنطتها وياخد الفلوس ويسيبها لوحدها في الصحرة ويمشي لكن اللي يلفت النظر بقى ان المندوب هو بيقلب الشنطة تقع منها كبشة مجوهرات ونكتشف ان غادة وفي لحظة ضعف متنقدة مع قرارها بالتوبة والحج سرقت دهب الست اللي قابلتها في العمارة وتلم غادة حاجتها وتطلع على الطريق وبرغم اللي عملته ويجي لها المدد في صورة اوتوبيس عمال ينقذها ويسطرها فتروح بالدهب اللي سرقته لبيت الست اللي سرقتها اللي ملحقتش تنفجر في وشها وصد غادة اللي ترجيتها بالدموع انها تسامح لحد هنا يعني ويبان ان طاقة غادة خلصت وان الضعف واليأس اتملكوا منها وبالفعل تقرر تروح الحفلة وتلبس الفستان وترجع للطريق اللي شافت ان كل الظروف بتزقها بالعافية للرجوع لي كمصير مفيش منه مهرب لكنها تكتشف ان الزبون اللي دخل عليها هو نفسه طارق طالقها اللي كان مش مسدق توبتها واللي كان عاوز يثبت لنفسه قبل ما يثبت لها ان اللي تعاص طول عمره بالخطيئة بتفضل توبتو طول الوقت محل شك بيديها طارق الفلوس يقول لها انه مش عاوز منها حاجة وتقدر تمشي وتروح غادة تاني يوم المستشفى عشان تدفع الحساب فتكتشف ان فيه صح والضمير مش معتادة كده وتلاقي طارق التاني حبيب الجامعة اللي هزئته هو كمان مخلص لها فلوس المستشفى وسايب مبلغ كمان تحت الحساب نهاية ممكن ما تكونش منطقية او حالمة زيادة عن اللزوم لكن في النهاية هي كانت رحلة احسن ما فيها غياب الخطب والمحاضرات والوعظ المباشر رحلة ممكن يعدي بها اي انسان رحلة ما بين الزنوب والتوبة ما بين الظروف الصعبة وتنازلتها وما بين يعني عذاب الضمير رحلة ممكن تقول ان دايما فيه امل ان باب ربنا مفتوح طالما الانسان نوى وقرر التوبة مهما كان ماضي فاسد او ملوث لكن دايما فيه تمن لازم يكون مستعد ان يدفعه لو قرر يتوب او على الاقل يكون مستعد انه لما يقع لانه اكيد كبشر هيقع يكون مستعد انه يبقى عنده صبر انه يحاول يقوم من تاني ونشوفكم على خير ان شاء الله